طيب هنا نتولي حامد يقول إن شاء الله سأوضح من كان السبب في اعتذاري عن الأمال الدرامية وسأكشف ماذا تدار طريقة التعامل وبالأسماء ذلك يحصل على ما قدمنا من قبل لأن الوضع يدار للأسوأ إيه سفت هذه التغريدة؟ يعني أبو عمر كان عنده إشكال معين بعد مسلسل الجو السفر أنا أرى بغض النظر عن سبب التغريدة أو كذا هناك كثير من الأسباب يمكن أن نرى أشياء أكثر من ذلك ومن يظن أن العمل يسير بهدوء وأن الأمور لا يوجد مشاكل هذا لا يوجد علاقة بالدراما بالإنتاج نحن يوميا في إدارة الإنتاج لو تشوفوا الجروب تقول المسلسل ده ما سيطلع كيف ده يشتغل مع ده وكيف يتهوش مع ده بهذه الطريقة وكيف ده يقول ده بهذه الطريقة وده يكوف من يمتسلم وده كيف من يبكاتب فالأشياء ده موجودة بكثرة أنت لازم تكون قوي يعني تكون عارف أن هذه صدمات وتكون عارف أنه ده كذا وممكن يجي لك كاتب نص المسلسل يقول لك ما نمكمل طبعا الأمور بسيطة ما نمكمل ليش ما نمكمل في أزمة مع المخرج في أزمة مع المنتج في أزمة مع محمد نفسه هذا الشيء موجودة بشكل كبير جدا نحن نتعامل معها بوسطية لا نقول إن هي سهلة فخليها زي ما هي ولا نتركها بهذا الشكل يعني كانت أزمة بسيطة داخل فيها المنتج داخل فيها الإدارة داخل فيها توسيل كثيرة أبو عمر في النهاية مننا و فينا مش بعيد لكنه هو في النهاية إنسان يعني لطيف وجميل لكنه عنده إشكال بسيطة اللي هو التسرع ممكن بسرعة يكتب ممكن بسرعة يقول من بشغال ممكن بسرعة يقول أنا شغال في هذا الجو و أنا أنصح نصيحة و أظن أنه كتب تغريدة أعطونا الثانية الثانية طلعتها هنا كتب عدد بفضل الله إلى الدراما المرز و أنا أعيدكم بأعمال قيمة طريق بكم و شكراً و سامحاً بالجمال على التفاهم و حل الخلافات إيش صار بعد هذا؟ أنا أقول الموضوع بسيط إحنا أي شخص يكتب تغريدات كذلك حتى بين فيه محمد إنه أنا كذا كذا أنا أقول أدو فرصة أنه يرجع لأن أنا لو سويت فوكس على التغريدة و رت و رت و رت و رت و رت و رديت و شفته و أنت السبب و أنا السبب أنت بتخلي في النفوس في شيء صعب أن ترجع يعني أنا ممكن أنا أقولي الآن كلام صعب يرجعني تاني المكان لنا فيه أقضي على علاقاتي أهين أحد أشتم أحد أذكر كذا أنا ممكن أقول لك الآن 13 ألف مشكلة في سين من الناس لكن هو سين من الناس أنت ما سمعت منه إيش رده فتحكم على محمد إنه إنسان فيه مشكلة واحد اثنين و ثلاثة و أربع بينما أنت ما سمعت الطرف الآخر الطرف الآخر لن يستطيع التعامل مع هذا الطرف بعد ما شخر فيه و أتكلم عنه و أكلمه التفصيلة فأنا أقول لما أشوف تغريدة من زميل أنا أحسن الظن أصلاً ما عنده إشكال أن يكون متوتر فكتب لكن أعطيه فرصة أني ما أتجاوب بشكل كبير جداً جداً أني أطلع ترند و إني أقول و إني أقول ندي الأطراف أن تتدخل و تسوي حلول و يعني و تهدئ الموضوع و هذا الحصل مكالمة بسيطة أصلاً بتجميع الأطراف و حلها و أنتها الموضوعين أطراف هذه أبو جمال فيه يعني نسمع إحنا بين فترة و فترة فلان زعل فلان طلع فلان القناة مشتها فلان استقال فلان مدري إيش اللي يصير يعني ما أدري أكيد فيه فكرة يعني مش التعليق عليها شوف أسئلة المونتور أنا مرح أجوب عنها جو المونتور لا لازم أخذ يعني أنا أحب كذا أجيب شيء خارج النساء أنا عنده قناعة قناعة شخصية لا تدل على شيء يعني لا أرمي فيها لشيء لكل بداية نهاية هات في عرف الدنيا أصلاً يعني في كل بداية نهاية إحنا لو بصينا الآن على بداية القناة من أول ما بدأت هل الأشخاص اللي كانوا موجودين فيها في أول موجودين الآن؟ مش موجودين صح؟ هل الأشخاص الموجودين الآن هيستمروا إلى يوم الدين؟ طبعاً لا أنا حسن ظني بالله وللكيان إنه إذا طلع محمد اليوم فإنه هيجي شخص يكمل المسيرة ويمشي لا أدعو إنه نستهين بالناس واللي يمشي يمشي واللي يروح يروح أبداً بس أنت ما تعرف الظروف لا تعرف الظروف الشخص نفسه ولا تعرف الظروف القناة اللي موجودة نزعل كثير إنه في ناس تمشي بشكل معين أو نجم يطلع أو مقدم يطلع أو معد يمشي أو مدير يمشي أكيد لكن في النهاية فيه ترتيبات أنت ما تعرفها ومو ضروري تجلسني على الكرسي هنا وتقول لي مين سبب إنه مشى فلان يعني ما أظن إنه فيه قناة في الديني بتصرح أحد تصرحت إنه ليه مشى فلان؟ ليه مشى ألان؟ لكن إنه طبيعي الجمهور نحن متشابك معانا بشكل كبير جداً هو شيء إيجابي بس مش كل شيء هنقدر نقوله على الهواء ما نقدر نصرح فيه أنا أدخل لأحد قريب قال مساء الخير ممكن أسألك سؤال بصراحة قلت لا مرح أجاوب أصلت الصراحة أنا مرح أجاوبها لأنه أنا غير يعني غير معني أني أجاوب عن كل شيء وأقول كل شيء وأصرح بكل شيء أنا أقول ما زالت الشبكة فيها يعني ناس قادرين على حمل اللواء لفترة طويلة جداً وتتدارك الشبكة إنه ده مشي فقدر الله مش أفعله ونجيب غيره ومرة أنا أقولها ده مش إذن إنه لا عايزين مش يمسي وليجي سيجلس لا طبعاً و الكيان ما هو الأشخاص الكيان ما هو الأشخاص أكيد المحافظة عليهم وأنا متأكد إنه إذا اللي قدامك الآن مشي فهي خلاص المسيرة هنا وقفت يعني صحيح أنا متأكد بإذن الله إنه لو هي بكان محمد في إدارة الدراما سيكمل أحسن وأنا لن أنهي علاقتي في المجد بتغريدها أنا ما رح أقول ألمح إنه ترى الله يرزق يعني ما رح أقول كده فتويتر إذا طلعت وانتهت الموضوع سأكتب يعني أستودع الجمهور وأستودع وخلاص معنى كده إني أنقلب على القناة أو أقول كلام لا ما أظن إنه هاد هيحصل في يوم ولا أدعو لذلك لأحد من شواء وأحسن الظن بجميع الإخوان يعني أكيد ما هو بقصدهم حتى اللي يطلع يمكن كون متنرفز أو متعصى بيكتب شيء لكن الأمور ما شيء طيب جميل سأنا قلت بأخذ كده بعض الأفكار مشاكلك العادية بتاعت المونيتور حسنا نجي بعد شواء المونيتور عموما خلينا نستاذك بجمال للمشاهدة الكلام نذهب لفاصل ثم نرجع نكمل بعد الفاصل